وإلى الجزائر نظمت سفارة دولة الكويت لدى الجزائر احتفالا بذكرى عيد الاستقلال وعيد التحرير لدولة الكويت وزينا مبنى السفارة بالعلام والعبارة الوطنية والورود المقدمة من القيادة السياسية الجزائرية مشاركة جزائرية أتت من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقادة السياسية والمجتمع المدني في جمهورية الجزائر تؤكد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين لم تمنع الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا من مشاركة الجزائر الكويت أعيادها الوطنية وتقديم أصدق التمنيات والتهاني بالمناسبة السعيدة سفير دولة الكويت لدى الجزائر حرصا على تقديم التهاني والتبركات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولكافة شعب الكويتي الكريم في هذه الأيام الجميلة والسعيدة تمر عين الذكرى الثلاثين لعيد التحرير الخالد والذكرى الستين لعيد الاستقرار المجيد وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن أزف أسمى آيات التهاني والتبركات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكذلك أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حفظه الله وكافة الشعب الكويتي وقد هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الكويت حكومة وشعبا معربا عن تمنياته الخالصة بمزيد من النماء والرخاء نحن هنا في الجزائر الحبيبة تلقينا أيضا اتصالات من كبار المسؤولين وباقات ورود وعلى رأسها من سيد الرئيس عبد المجيد تبون الذي أرسله مشكورا ومقدرين لهذه اللفتة الطيبة باقة ورد كبيرة وجميلة ومطرزة بالعبارات الجميلة وكذلك معالي وزير الخارجية صبري بوغادوم الذي أرسل أيضا بوكي ورد مليء بالفرح لمشاركتنا في مناسبتنا الوطنية هذه هي بقات من الورود المعطرة بالمحبة والإخاء والأمان الصادقة للكويت الشقيقة بالسداد والتوفيق في ظل قيادتها الحكيمة تمر الأعياد الوطنية هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ظروف لم تمنع الجزائر حكومة وشعبا من تقاسم أفراح الكويت بتمنيات قلبية صادقة بدوام الأمن والازدهار حكيمة دماز تلفزيون دولة الكويت الجزائر